شوف أنا مشيت من مصر 2002 لا ده أصعب ده أصعب لا ده كان هزار أيامها بالنسبة لده طبعا طبعا صح كان نمر صحيح رغم ده أنا بعيط وبابكي لكن الحياة مشت الحياة مشت والرسالة مشت ومشت بوضوح لكن في الفترة دي 2011 الحياة عمري خيالك كان مطلخبط كان مطلخبط لحاجة أصعب عارف إيه هي أبسألك سؤالت توجه الرسالة لكن الآن لا أنا الدنيا عطحة ده والفكر واضح قدامي تماما والفكر المعتدل وإن أنا شغال مع الشباب وشغال في السوشيال ميديا وبنجح معاهم طيب أنا قلت لك تلخبط قلت أهو أسألك بصراحة أطمعت خلينا نقول بصراحة مفيش بني آدم مفيش بني آدم في الحياة مبيفكرش النفسه في مكان أفضل عشان بس نوضب كلمة طمعت لأن كلمة طمعت كلمة برجماتية طمعت بلاش طمعت طبعا طبعا بس ما طمحتش غير في شيء حتستغرب له جدا حتستغرب له جدا لأن أنا بإنسان يعني خلينا أتكلم بإنسانية طبيعية مفيش داعينا الدعي القدسية ولا المثالية أنا ما تمش تكريمي في كل العهود اللي أنا عاشتها في مصر خلص يعني أنا تم تكريمي كتير برجا مصر ربنا ديكتولت العمر طبعا بس في حكمة عربية لطيفة جدا بتقول إذا أردت أن تكرم فمت أنا عمري ما خدت وسام أنا عمري ما تم حتى توجيه خطاب شكر لي أنا عمري ما اتقال لي أنت قدمت المصر حرحي أنا عمري ما أنا حتى حتى بصير في النظر أقبل ولا دعيت لمنصب أنا مش عايز بنصب لأ يعني فهمني صح مش عايز خالص بس ما حصلش دي لحظة فتفاضة حقيقية من الخطورة على الشباب أنك تدعي أن أنت القديس التي لا تفكر في أي بني آدم لكن رسالتي غالي عليها جدا جدا مستعيد دعيش وموت عليها جدا اللي بقي لك اللي بقي يالي واللي عايش بيها واللي بحبها واللي مخلياني مكمل واللي مخلياني أنا دكتور محمد أنا عايش 24 ساعة على السوشيال ميديا مع الولاد أنا بعمل برامج مخصوص للسوشيال ميديا أنا بكرة بكرة هكون بصور برنامج باسمت أمل أنا بعمله للراديو بعمله هدية لراديو مصر لأن ده راديو بلدي لازم أقدم حاجة لبلدي كل يوم بقى لي خمس سنين الناس ما تعرفش المعلومة دي خمس سنين أنا لأ أتقضى أجرا لأن ده راديو مصر لا خمس سنين باسمت أمل بتتزعل راديو مصر ومن أعزل برامج على تلت دقايق وبيكلم الناس في الإنسانية ضمن التطور بتاع عمري خالد ده اسمت أمل